بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي وكل محبي اللغة العربية أنا أخوكم عبد الرحمن الصابر وإنت بتسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية بفضل الله تعالى بدأنا العام الدراسي الجديد وإن شاء الله يكون عام خير وبركة وإن شاء الله بإذن الله نتابع مع بعض ومادة اللغة العربية ما يكونش فيها أي مشكلة قبل ما نبدأ حصة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بإذن الله تعالى النهاردة مع طلبة أول سنوي هنشرح إن شاء الله درس جديد من دروس النحو هنشرح كادة وأخواتها وهنزلكم شرح كادة وأخواتها وهنزلكم برضو تمارين على هذا الدرس طيب لو أنت حابب تتواصل معايا من خلال جروب الفيس أستاذ عبد الرحمن الصابر بن قسين الدليل في اللغة العربية أو تتواصل معايا من خلال الواتس وهكتب لكم الرقم في الوصف بتاع الفيديو ركز معايا والله نشتغل مع الدرس الجديد النهاردة كادة وأخواتها كادة وأخواتها ده البيت الكبير بيت عيلة كبير تحتيه تلت بيوت التلت بيوت دول متعلقين ببيت العيلة الكبير كادة وأخواتها تنقسم معنا إلى تلت أقسام القسم الأول اللي هي أفعال المقاربة قسم الثاني أفعال الرجاء القسم الثالث أفعال الشروع طيب هم دول أخوات كادة أفعال المقاربة معنا تلت أفعال الفعل الأول كادة الثاني كربة أو شكة يبقى دول تلت أفعال اسمهم أفعال ليه؟ المقاربة كادة كربة أو شكة طيب أفعال الرجاء عسى حرية إخلو لقى طيب أفعال الشروع شرعا بدأا أخزا طفقا أنشأا هبا جعلا كل فعل بيدل على الشروع في الشيء طيب تمام الأفعال دي شغلتها إيه الأفعال لو نركز إحنا بنقول إيه أفعال المقاربة أفعال الرجاء أفعال الشروع يبقى معنى ذلك النكادة وأخواتها كلهم عبارة عن أفعال لما جعرب هقول إيه هقول فعل طيب تمام شغلتهم إيه بقى شغلتهم إنهم بيشتغلوا شغلانة كانة وأخواتها يعني كادة وأخواتها بيعملوا نفس عمل كانة وأخواتها طيب إحنا شرحنا كانة وأخواتها شغلتها إيه كانت بتدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها برضو كادة وأخواتها بتشتغل نفس الشغلانة بتعمل عمل كانة وأخواتها طيب بس في هنا شرط مهم جدا يعني هي بتعمل عمل كانة وأخواتها بس بشرط أن يكون الخبر بتاع كادة عبارة عن جملة فعلية فعلها مضارع يبقى لازم الشرط ده يتحقق معايا عشان كادة وأخواتها تعمل عمل كانة تكون خبر بتاعه جملة فعلية فعلها مضارع بكده نكون فرقنا بين كانة وأخواتها وكادة وأخواتها طيب تمام كادة كربة أو شكة أفعال المقاربة ديني أمثل كده كاد المعلم أن يكون رسولا ركز معايا في المثال احنا قلنا كاد بتعمل عمل كانة يعني لازم يكون في حاجة اسمها اسم كادة وخبر كادة كاد المعلم المعلم هنا اسم كادة تمام طيب أن يكون رسولا أن يكون رسولا هنا خبر كادة تمام كده لو نركز إنه يكون فعل يبقى الخبر هنا عبارة عن جملة فعلية فعلها مضارة وممكن أقول كاد المعلم يكون رسولة كاد المعلم يكون رسولة من غير أن تمام؟ ممكن نشيل أن ما فيش أي مشكلة معنا أوشكة زي هنا هو أوشكة الجو يعتدل أوشكة الجو يعتدل يبقى هنا أوشكة الإسم بتاعها اللي هو الجو ويعتدل هنا عبارة عن جملة فعلية في محل نصب خبر أوشكة تمام كده؟ طيب ليه سميت أفعال المقاربة بهذا الإسم؟ لأنها تدل على قرب وقوع الخبر الثلاث أفعال بتاع المقاربة بيدل على قرب وقوع الخبر يعني إيه قرب وقوع الخبر؟ لما قولك أوشكة الجو أن يعتدل يعني الجو قارب على الاعتدال يعني هو لسه ما اعتدالش ده هو إيه؟ قرب وقوع الخبر اعتداله أصبح قريبا لذلك سمينها أفعال المقاربة والثلاث أفعال دول فيهم نفس المعنى كادة كربة أوشكة يعني ينفع أقول أوشكة الجو يعتدل كادة الجو يعتدل تمام كربة الجو يعتدل مع اختلاف في الخبر ممكن أضيف له أن أو أحطه من غير أن هشوفها دلوقتي معنا تمام طيب أفعال الرجاء عسى وحرية وخلولقة بتعمل أيضا عمل كانة وأخوتها عسى الطالب أن يتفوق عسى الطالب اسم عسى وأن يتفوق هنا خبر عسى بس اقترم بأن هنعرفها دلوقتي إخلولقة المعلم أن يشرح يبقى إخلولقة هنا من أخوات كادة المعلم اسم إخلولقة وأن يشرح خبر إخلولقة تمام كده طيب أفعال الشروع عندنا شرع وبدأ وأخذ وطفق وهبى تمام وأنشأ وجعل كل ده بيدخل معنا في أفعال الشروع أيضا عمل كانة وأخوتها شرع الطالب يذاكر شرع الطالب ويبقى الطالب اسم شرع ويذاكر خبر شرع أخذ المسافر ينطلق تمام يبقى المسافر اسم أخذ وينطلق الجملة في محل نص بخبر أخذ هبى المصريون يجاهدون المصريون اسم هبى ويجاهدون هنا الفعل يجاهدون فعل وفاعل وهو الجماعة هنا عبارة عن فاعل والجملة الفعلية في محل نص بخبر هبى يبقى باختصار أفعال كادة وأخواتها تنقسم معنا إلى سلاسة أقسام أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر أفعال الرجاء تدل على رجاء حصول الخبر بتمنى عسى الطالب أن يتفوق أرجو أن يتفوق الطالب أفعال الشروع بتدل على البداية في الشيء كلهم بياخدوا معنا بدأة يعني لما قول شرع الطالب يزاكر يعني بدأ الطالب يزاكر لما قول أخذ المسافر وينطلق يعني بدأ المسافر وينطلق هبى المصريون يجاهدون يعني بدأ المصريون يجاهدون يبقى كلهم بياخدوا معنا بدأة أو معنا الشروع في عمل الشيء طيب خدنا الأفعال وخدنا العمل بتاعها هناخد اقتران خبر كادة وأخواتها بأن لو تركز معايا هنا مرة قلت كادة المعلم أن يكون رسولة تمام ممكن كنت قلت كادة المعلم يكون رسولة تمام أوشك الجو يعتدل ممكن تقول أوشك الجو أن يعتدل طيب إيه موضوع أن ده ممكن يدخل على الخبر احنا اتفقنا أن الخبر عبارة عن جملة فعلية فعلها مضارع تمام طيب ممكن بقى يقترن هذا الفعل المضارع بأن بأن إيه بقى أن مصدرية وأن دي المصدرية بناصبة من نواصب المضارع يعني لو أنا ذكرت أن هيجي بعدها الفعل المضارع منصوب طيب شلت أن الفعل المضارع هتجرد من هذا الناصب هيرجع لحالته الطبيعية اللي هي الرفع لزي كان أقولي كاد المعلم أن يكون رسولة طيب لو شلت أن تقول كاد المعلم يكون رسولة فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازب يبقى أن المصدرية الموجودة دي الناصبة للمضارع لو وجدت المضارع بعدها منصوب الخبر بتاع كادة وأخوتها ممكن يقترن بأن المصدرية إمتى بقى يقترن بأن المصدرية؟ هنقسمها لي أربع حالات الحالة الأولى يقل الاقتران يعني الخبر المفروض أو الأفضل أنه ما يجيش في أن مع مين ومين؟ مع كادة وكاربة تمام؟ مع كادة وإيه؟ وكاربة كادة الجو يعتدل طيب هتقول لي ممكن أقول أن يعتدل؟ ممكن تقول أن يعتدل بس الأفضل كده يقل الاقتران بأن يبقى أنت المفروض ما تحطش في أن أو الأفضل ليك أنت ما تحطش أن طيب لو حطيت أن يبقى داما يعني ده مش الأفضل يبقى يقل الاقتران خبر كادة وكاربة بأن تمام؟ نفس النظام كاربة فيها نفس المعنى كاربة الجو يعتدل نفس الفكرة يبقى يقل الاقتران بإيه؟ بأن مع كادة وكاربة طيب يكثر الاقتران بأن إمتى يكثر الاقتران؟ يعني المفروض أنت تحط أن لو شيلت أن ده اللي مش صح أو مش الأفضل مع أوشكة وعسى ممكن تقول إيه؟ أوشكة الجو أن يعتدل يبقى ده الأفضل معك أوشكة الجو أن يعتدل ما تقولش أوشكة الجو يعتدل طيب إفرد قلت أوشكة الجو يعتدل يبقى أنت خالفت الأفضل يبقى يكثر الاقتران بأن مع أوشكة وعسى يبقى إحنا خدنا من أفعل المقاربة كادة وكاربة يقل الاقتران أوشكة وعسى يكثر الاقتران طب حرية وخلولقة يجب الاقتران يبقى حرية ويجب الاقتران معنا مع حرية وخلولقة طيب يعني أقولي حرية الجو أن يعتدل ما ينفعش تقولي حرية الجو يعتدل لو قلت بقى حرية الجو يعتدل يبقى المثال خطأ لو قلت حرية الجو يعتدل يبقى أنت المثال خطأ ليه؟ لأن أنا عندي حرية وخلولقة يجب أن يقترن الخبر بأن المصدرية أن نصبها للمضارع تمام كده؟ طب يمتنع الاقتران مع أفعال الشروع كل الأمثلة بتاعة أفعال الشروع ما حطتش فيها أن أو الشرع الطالب ويذاكر أخذ المسافر وينطلق ما يفعش تقول أن ينطلق هب المصريون يجاهدون طب لو أنا ضفت أن يبقى أنا عملت حاجة غلط يمتنع اقتران الخبر هنا بأن يبقى أنا عندي أقسم اقتران خبر كادة واخوتها بأن لأربع حاجات كادة وكربة يقل الاقتران أو شك وعسى يكسر الاقتران حريخ لو لقى يجب الاقتران كل أفعال الشروع يمتنع الاقتران لازم الخبر ييجي كده عبارة عن فعل ما فيهوش أن المصدرية طيب لو قلنا هنا مثلا عسى الطالب أن يتفوق أعرف إزاي هنا عندنا أن يتفوق الخبر ده هتقول أن هنا مصدرية ناصبة للمضارع أو تقول حرف مصدري ونصب مبني على السكون يتفوق فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة طيب كل فعل اللابد له من فاعل طيب يتفوق هو عسى الطالب أن يتفوق والفاعل ضمير مستطر تقديره هو والمصدر المؤول ده يسمه ايه؟ أن زائد الفعل بيتسميه مصدر مؤول أن زائد الفعل أن زائد الفعل بيتسميه ايه؟ المصدر المؤول العنوان اللي بعد كده ما يتصرف من أخوات كادة مين اللي بيتصرف من أخوات كادة يعني ممكن أخد منه تصريف ممكن أخد منه الفعل المضارع ممكن أخد منه الفعل الماضي هل أخوات كادة عندهم الإمكانية أن أنا أخد منهم الماضي والمضارع والأمر؟ لا ما عندهمش الإمكانية دي هنقسم العنوان ده لحكتين هناخد أفعال المقاربة والرجاء مع بعض وهناخد أفعال الشروع مع بعض أفعال المقاربة والرجاء كلها لا يأتي منها المضارع لا يأتي منها المضارع ولا الأمر ما عدا كادة وأو شكة يعني كادة وأوشكة بس كادة وأوشكة دول بس هم اللي أقدر أجيب منهم الماضي والمضارع ويبقى معايا اسم كادة وخبر كادة أقول كادة الوالد يسافر هنا لو تركز أنا قلت كادة بلفظ الماضي طب يا كادة الوالد يسافر ينفع أو لم ينفعش؟ ينفع ينفعش أي مشكلة تمام؟ يبقى أنا عندي هنا كادة أو يا كاد اللي تنشغلين معايا ويفضلوا يعملوا عمل كانة وأخواتها برضو نفس الفكرة مع كادة احنا قلنا كادة وأوشكة ممكن تقول أوشكة الوالد يسافر ممكن تقول يوشكو الوالد يسافر يبقى أنت عندك الإمكانية مع كادة وأوشكة أنت تجيب منهم الماضي والمضارع الباقي كله في أفعال المقاربة وأفعال الرجاء ما ينفعش يتصرف معاك ويبقى من أخوات كادة طيب تمام لأن معظمهم أو هم أفعال جامدة طيب أفعال الشروع بقى قال لي أفعال الشروع كلها لابد أن تكون في صورة الماضي عشان أعتبرها من أخوات كادة لازم كلها تبقى من إيه؟ في صورة الماضي عشان تبقى من أخوات كادة يعني تبقى لها اسم كادة وخبر كادة طيب هيجي واحد يقول ليه؟ طب ما أعمل فعل شرع ده ما هو ده ماضي طب ما أنا ممكن أقول يشرع طب ما هو بدأ ممكن أقول يبدأ أخذ ممكن أقول يأخذ طب ما هو فيه ليها فهم هي بتتصرف ايه؟ أقول له ماشي برحتك عايز تخليها في المضارع برحتك عايز تخليها في الأمر برحتك لكن مش هتكون من أخوات كادة يبقى إحنا هنا بنتكلم عن ما يتصرف من أخوات كادة ويظل له اسم وله خبر زي كادة وأخواتها عندنا أفعال المقربة والرجاء كادة وأوشكة ممكن أقول كادة يا كاد أوشك يوشك تمام؟ كادة وأوشك طب أما أفعال الشروع كلها لا تأتي إلا في صورة الماضي فقط فإذا أخذنا منها صورة أخرى غير الماضي يبقى أنا كده خلتها مش من أخوات كادة طيب آخر حاجة أنا أخذها النهاردة كادة وأخواتها التامة يعني إيه تامة؟ إحنا أقولنا كادة بتعمل عمل كانة يعني بتدخل على جملة اسم وخبر تمام؟ طيب كادة بقى لما تكون تامة يعني تبعى عبارة عن كادة زائد فاعل فعل وفاعل عبارة عن فعل وفاعل ملهاش اسم وإيه وخبر إمتى بقى تكون كادة تامة أو إحدى أخواتها قال لي هنا الفعل زائد المصدر لما يجي الفعل زي عسى مثلا قدامه زائد المصدر المؤول على طول عسى أن تنجح لو تركز هنا في المثال ده أنا قلت عسى الطالب أن ينجح عسى الطالب أن ينجح ده اسم عسى ده اسمه اسم ظاهر اسم ظاهر بنقول عليه اسم إيه؟ اسم عسى لما الاسم الظاهر ده يتحزف من الجملة يبقى عسى دي مش هتبقى من أخوات كادة هنا عسى من أخوات كادة عشان اسم كادة موجود طب هنا عسى أن تنجح فين اسم كادة؟ مش موجود يبقى أقول عسى ده فعل وأن تنجح المصدر المؤول ده فاعل في محل رفع فاعل أن مصدرية نصب المضارع وتنجح فعل مضارع منصوب والمصدر المؤول في محل رفع فاعل يبقى برعن فاعل وفاعل تمام كده عسى أن تنجح طيب إمتى برضو كاد وأخواتها تامة لما يكون الفعل زائد الفاعل مفيش مصدر مؤول احنا قلت لك في البداية كاد وأخواتها بيعملوا عمل بشرط أن يكون خبر كاد عبارة عن فعل أو جملة فعلية فعلها مضارع طب يفرض ما كانش جملة فعلية فعلها مضارع خلاص هتبقى كاد أو إحدى أخواتها عبارة عن فعل وفاعل وليست نواسخ تعمل عمل كان الفعل زائد الفاعل كاد كاد الطالب لأخيه كاد هنا بمعنى يكيد كاد الطالب كاد فعل والطالب فاعل والأخيه جر ومجرور في محل نصب مفعل به كاد الطالب لأخيه كاد الطالب لأخيه طب هنا فين خبر كاد اللي المفروض عبارة عن مصدر مؤول أو عبارة عن جملة فعلية فعلها مضارع مش موجود يبقى كادة تامة عبارة عن فعل وفاعل طيب رقم ثلاثة أفعال الشروع في صورة الماضي والمضارع أفعال الشروع ديت في صورة الماضي طب إذا جاءت في صورة المضارع أو في صورة الأمر يبقى خلاص ما تبقىش من أخيهات كادة وتبقى عبارة عن فعل وفاعل دينا مثال يشرع المعلم في الشرح يشرع فعل والمعلم فاعل ما فيش هنا اسم كادة أو اسم يشرع وخبر يشرع تمام إذا خرجت أفعال الشروع عن معنى البدء يعني إحنا كنا بنقول دلوقتي أفعال الشروع لا فيها معنى بدأة فيها معنى شرعة فيها معنى البداية في عمل الشيء طب لو خرجت عن هذا المعنى يبقى مش من أخوات كادة هنقول أخذ الطالب الحقيبة أخذ هنا فعل والطالب وفاعل ما فيهاش أي مشكلة معنى أخذ فعل وإيه وفاعل طب الحقيبة مفعول به يبقى هنا فعل وفعل ومفعول جملة عادية خالص مش من النواسخ يبقى أنت تاخد بالك من هذه الجزئية أفعال المقاربة أفعال الرجاء أفعال الشروع أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر أفعال الرجاء تدل على رجاء حصول الخبر أفعال الشروع بتدل على البدء في الخبر دول الثلاث أقسام بتوع كادة وأخواتها عرفنا عملها عرفنا إمتى تكون تامة إمتى تكون ناقصة إمتى يقترن الخبر بأن إمتى يمتنع إمتى يجب كل ده الدرس اللي قدامك ده كله يشمل كادة وأخواتها ما تركنا منها صغيرة ولا كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بكده نكون انتهينا من درس كادة وأخواتها إن شاء الله هنزل لكم تمرين على هذا الدرس المهم ما تنساش اشترك في القناة وتدعم القناة وتشارك أصحابك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد دم دم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته